معنا من كييف مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني لدراسات الاستراتيجية إيفان أوس مساء الخير سيد إيفان أوس هل بدأت برأيك أوكرانيا في خسارة معركة الموانئ التي بدأت منذ يوليو الماضي بالتحديد؟ السلام عليكم من كييف تحياتي إليك فضيلا وإلى كل المشاهدين بالطبع قضية الحبوب مهمة جدا لأوكرانيا حتى نفهم لو أن مثلا في مارس 2023 اتفاقية الحبوب كانت تكلف 1.2 مليار دولار ففي يوليو كان بحوالي 300 مليون دولار فقط حتى نفهم المشكلة حيث لم تستطع أوكرانيا استعمال البحر الأسود وكان لديها مشكلة مع دول الأخرى روسيا بعد نهاية اتفاقية الحبوب أو مبادرة الحبوب للبحر الأسود بدأت بمهاجمة الموانئ الأوكرانية لتظهر بأنهم من دون روسيا فتحقيق أي مبادرة لتصدير الحبوب الأوكرانية مستحيل وطبعا هناك كمية كبيرة من الهاجمات التي تشن على الموانئ وتستهدف الحبوب أيضا وفي هذه الليلة كما قلتم طبعا هناك 25 مسيرة هاجمت الموانئ بالقرب من دهر دينيبرو وتم إسقاط الكثير منها ولكن كان هناك ثلاثة ضحايا قد سقطوا وهذا يعني بالنسبة لأوكرانيا مشكلة كبيرة لتنظيم التصدير وطبعا طبقا لأجندتنا الجديدة فالموانئ أو المياه الأوكرانية ينبغي أن نمر عليها ثم رومانيا ثم تركيا طبعا إنها مشكلة كبيرة ولكن هذا لا يعني بأن أوكرانيا تخسر الحرب هذا يعني بأننا قد حصلنا أو لدينا بعض المشكلات ونريد أن نحقق نتائج حين لن تؤدي تلك الهجمات إلى أضرار كبيرة لأن 22 مسيرة دمرت هذا ليس نتيجة سيئة ولكن بكل تأكيد نحن ننوي تدمير كل شيء يهاجم موانئنا نحن نعمل على الأمر ونتحدث مع شركائنا لحل هذه المشكلة لتمرير الحبوب إلى كل العالم طيب ماذا لو استمرت حرب المسيرات هذه على الموانئ الأوكرانية التي تصدر الحبوب هل من بدائل أخرى؟ من الصعب قول ذلك أنتم تعلمون بأن أغلبية الصدرات من الحبوب الأوكرانية تمر عبر البحر الأسود وحين مبادرة الحبوب كانت موجودة طبعا كان من يوليو 2022 إلى يوليو 2023 أوكرانيا استعملت كل البحر الأسود لأنه كما تعلمون فشمال البحر ثم هناك طبعا مضيق البصفور وتركيا في الجنوب طبعا كان الطريق مستقيما الآن مع استعمالنا للأراضي التابعة لأوكرانيا وبولغاريا ورومانيا وتركيا فهذا يعني وقتا أطول وبالطبع ذلك أفضل من لا شيء ولكن الأمر يستغرق وقتا والوقت كما يقال يقاس بالمال طبعا هناك أربع دول من الجوار نمر عليها وهناك أيضا البرية التي هي بولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبولغاريا رومانيا وعدت بأنها ستوسع شبكتها للطرق حتى تكون هناك خيارات أكثر للحبوب الأوكرانية ولتعبر ربما أربعة ملايين طن في الشهر ولكن الأمر يستغرق وقتا ولكن أنا لست متأكدا بأن أوكرانيا يمكن أن تنجح في استعمال الطرق البديلة نعم يمكن أن تغطي أجزاء من صادراتنا للحبوب ولكن ليس الكل وهناك توقع للقاء بين الرئيس التركي إردوغان والرئيس الروسي بوتين والذي بعده نتوقع أن نرى عودة روسيا إلى تلك المبادرة أعتقد أن جمهورية تركيا لديها الكثير من النقاط لتفسر لروسيا بأنه من الأفضل العودة وأن لا تكون هناك مشكلة تبدو بأن وحتى ربما يمكن أن تحضر روسيا بعض المنتجات الروسية لأن تركيا هي التي كانت الوسيط وإذا لم تفعل ذلك فتكون مشكلة لروسيا وهذه نقطة جدل سيشدد عليها الرئيس إردوغان في حديثه مع السيد بوتين ولا ينبغي أن ننسى أيضا الخيارات بأن أوكرانيا يمكن أن تهاجم السفن الروسية أيضا ولا نظن بأن روسيا تريد أن يحدث هذا شكرا جزيلا لك مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني لدراسات الاستراتيجية إيفان أوس شكرا